التايمز البريطانية كانت قد كشفت أن القيادة السياسية لحماس منفتحة على قبول الاقتراح بينما يسر القادة العسكريون في غزة وعلى رأسهم يحيى الصنوار على مطلبهم بالتزام إسرائيل بوقف كامل لإطلاق النار كشرط مسبق لأي اتفاق وبحسب التايمز فإن العملية الإسرائيلية الأخيرة والتي أسفلت عن تحرير أربعة رهائم إسرائيليين مؤخرا أحدثت شرخا داخل الحركة أشارت الصحيفة نفسها إلى أن قادة حماس السياسيين يتعرضون لضغوط أكبر لأنهم يعيشون خارج غزة العديد منهم يعيشون في قطر وبذكر قطر أشارت الصحيفة إلى تأثر العلاقة بينها وبين حماس بعد مزاعم عن تهديد الدوحة بطرد قادة الحركة إذا استمروا في رفض الصفقة في المقابل تضيف الصحيفة أن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار لن يمانع إذا أجبر زملائه على الانتقال إلى بيروت لكنه بدوره يتعرض لضغوط كبيرة واختتمت الصحيفة بالقول أن حماس لم ترد رسميا حتى الآن على اقتراح وقف النار الإسرائيلي بالرغمي من أن الحركة أعلنت استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى ومطالبها على البحاوضات